موسيقى المساء الخير عائزين مشاهدين اهلا وسهلا بحضرتكو النهاردة في بيت العز هيكون معنا النهاردة الاعلامي والمحامي بالنقد والستاذ ياسر عبد الوحيب أهلا وسهلا بحضرتكو هنتكلم النهاردة عن البعد الاجتماعي ليه قواني في موضعين بيجعلوا الرأي العامي مهمين جدا 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 اول قانون اللي هو الخاص بفصل الموظف في حادث ثبوت تعطيل المخدرات والقانون التاني الاشتراطات الحديثة للبناء فاحنا كنا عايزين نعرف ازاي تأثر قرارات القوانين على الفرض والمجتمع هو بداية انا سعيد بتوجيدي مع حضرتك وسعيد بتوجيدي في برنامج بيت العز وقناة صح والجمال بشكل خاص وبصفة خاصة يعني لما نبدأ نتكلم عن الموضوع الموضوع حالة حضرتك المهاردة اللي هو البعد الاجتماعي للقرارات والقوانين او ايا ما كانت اللوايح المنظمة لحياة الفرض بشكل عام ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر وخلق الكون التشريعات السماوية جماعها جعلت لتنظيم الحياة ما بين افراد المجتمع وتحقيق التعايش السلمي وتنظيم حياة الانسان على الارض ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سنته في الارض واللي خلق الكون ووضع له الانظمة الخاصة والتشريعات الخاصة بينه البشر على هذا السياق من المفترض ان جميع القوانين والقرارات واللوايح التي تصدر انما جعلت لتنظيم علاقة الفرض بالفرض داخل المجتمع وايضا تنظيم علاقة الفرض بالدول اللي هي برضو هتنعكس سلبا او اجابا على حياة الانسان داخل المجتمع ما فيش شك ان اي حاجة تصدر تنظم تلك العلاقة بيكون لها تأثير اجتماعي على حياة الفرض ضواب التالي على حياة المجتمع لو جينا المثال اللي حضرك ضربتي وهو موضوع تعاطي المخدرات فصل الموظف حالة سبوط تعاطي المخدرات انا طبعا بشكل خاص الموضوع ده كان ليه رأي خاص جدا فيه وانا كنت افضل ان يتم مراعاة البعد الاجتماعي قبل الحديث في هذا الموضوع بمعنى ما فيه شك زروف اسرته وزروف المعيشة اللي هو هيكون فيه ما فيه شك ما فيه شك طبعا ان احنا من المفترض من المفترض ان احنا نراعي ذلك يعني حضرك لو عندك فرض مخطئ في الاسرة اللي هو رب الاسرة او العائل او اللي هو الموظف لكن في الوقت نفسه احنا لازم نعمل حساب ان هذا الرجل او حتى تلك السيدة تعيل يعني فيه ناس مسؤولين منه فيه دخل ممكن ينقطع هيترطب عليه مشاكل اكبر بكتير جدا من ان يكون عندك فرض او موظف مدمن ممكن يكون فيه مبررات وممكن يكون فيه جوانب ايجابية للقانون ولكن ضرق المفسدة مقدم على جلب المنفع ودي قعدة شرعي فمن المفترض ان احنا قبل ما نتكلم في هذا الاطار نشوف الاثار السلبية اولا التي قد تترتب على صدور مثل هذا القانون يعني ايه انا هل ممكن حضرتك يدونه معاش عشان اذا هم هيفصلوه ياخد معاش من الدولة عشان اولاده عشان اللي وراءه لا هو انا ما اعتقدش انه ممكن يكون ده الحل اه انا كنت افضل ان يتم علاج هذا الشخص على نفقته الخاصة بحتى ولو بشكل يخصم من مرتبه كل شهر لا ما نعيز اقول لحضرتك ما فيه ناس مش هتتعالج فيه ناس دي طبعيتها خلاص هو منجرف لهذا المجال ده هو هيرجع ازاي لا 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 معلش الده مش مبرر مش مبرر ان انا عشان عندي عنصر يشبه الفساد ان انا بالتالي اخلق عناصر جديدة ايضا يترتب على قطاع مصدر الرزق والدخل بالنسبة ليهم ان انا عندي اسرة مشاردة يبقى انا عملت ايه انا عملت كارسة ده من ضمن الاثار السلبية وعدم مراعاة البعض الاجتماعي كمثال اللي حضرتك دربتي دلوقتي فكنت افضل طبعا ودايما هو الغرض من التشريع تحقيق الصالح العام وصالح الفرض داخل المجتمع فدايما يعني انا ارجح الدراسة الاجتماعية للمستوفى قبل اصدار او صدور سواء قانون سواء قرار سواء الليحة سواء كتاب دوري ايا مكان لان احنا كل ده جعل انما لتنظيم حياة الفرض داخل المجتمع واني ينعم الجميع بالسلم ده اللي بينعكس اجابا على المجتمع بشكل عام وعلى اي دولة الانسان هو اساس بناء الدولة اذا بنيت الاساس ده صح ورعيت حالته النفسية تماما وخليت عنصر صالح وحاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة ده هينعكس بالاجاب لان الانسان هو الاساس سكر ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وصخر للانسان يعني اصدر حضرتك ان احنا نعالجه من اللي هو فيه طبعا طبعا لازم ندرس الاساس تلبية اللي ترتب على ان هو ممكن الشخص ده يتم فاصله يتم قطع مصدرزه ما هو فيه انسان حضرتك ما بيرضاش يتعالج يا فندم ده استثناء من القاعدة اللي حضرتك بتكلمي فيه ده ومصر عليه ده استثناء من القاعدة اه يعني حضرتك احنا هنعاقب الجميع عشان واحد استحال لازم يكون لها حل اه لازم يكون لها حل اه حتى لو هقدو حطه في المصحة اه حل اللي الدولة تاخده بحيث ان تشوف الاسرة اللي هي اللي وراها انا ما انا قلت لحضرتك اه انا قلت لحضرتك ان من المفترض ان انا افرد عليه فرضا ان هو يتعالج بتحت اشرافي تحت اشرافي الدول وده اسهل بكتير وفيه حاجة افضل بقى من كل ده مه انا ان انا نقفل ها مصادر المخدرات ازاي بتدخل البلد ازاي بيتعطاها حتى ال 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 الادوية المخدرة ديت ازاي بيتم صرفها من الصيدليات ازاي بيتم تهربها الى اخره على الداول ان تطلع بدورها اولا على الداول ان تقوم بدورها اولا مش الدول قبل معاقبة قبل معاقبة الاسرة وليس الفقط هل هل سبب بالحادث القطر الاخير ما فيش شك احنا اي حادث بيمر على المجتمع بيكله انعكاس وممكن جدا يكون بسبب حوادث القطرات الاخيرة في الاونة الاخيرة اننا سببت مثلا تعاطي البعض السايقين او او الفنيين او البعض البعض قد يكون هناك عيوب اخرى في تقنيات معينة او احنا برضو عشان ما نرميش كل المسؤولية على دول ولكن ما فيش شك ممكن يكون ده سبب من الازباب اللي خلت المشرع يفكر ويتجي هذا الاتجاه ولكن بص حضراتك عارف حضرتك القانون اللي حا ايا مكان اي قاعدة منظمة عبارة عن علاج علاج لمشكلة علاج لمشكلة بالزبط زي الادوية في الادوية فاندم قبل ما يتم طرح الدواء في السوق ويتم التعامل به بيتم اجراء مجموعة من التجارب لهذا العقار قبل استخدامه وتعاملهم ثم يجراء التجارب السريرية ثم ثم الاخره ويشوفوا اذا كان له اثار سلبية القانون بالزبط زي العلاج زي الدواء ما جعلش القانون ولا اللايحة ولا ولا الا لعلاج قصور معين او لتحقيق غاية كوية غاية معين اذا له سبب مدام له سبب يبقى انا ادرس الاول اثار والسلبية وبعدين نشوف اذا كانوا يصلح للتطبيق بشكل عام ولا لا لدرجة ان انا كان ليا فكرة ان انا لما يجي تطبيق قانون معين ان يطبق على شريحة معينة او على مجموعة معينة او في اطار مكاني او زماني محدد نشوف الاثار السلبية وعلى فكرة اكتر حد انا عايزة كنت عايزة اقول لحضرتك ايه هو التأثير السلبي اللي بيعود على المتعاطي من القانون لا انت حضرتك لسه متوقفة عند ميزئية تعاطي الموظف للمخدرات يعني ايه التأثير السلبي للمتعاطي من القانون ما انا قلت لحضرتك يكفي يكفي فيه تأثير ايجابي ان انا اوكي الغرض ان انا اخذ الرجل ده علجه ان انا الرجل ده امنعه عن الادمان ولكن تأثيره السلبي الادراب بأسرته ما هو تأثير سلبي انقطع مصدرزه ما هو تأثير سلبي اه وده مش كافي يعني ده مش كافي ده مش كافي ان هو يخليه يتجه اتجاه اخر احنا ممكن يكون خارج سيطرتنا ايه هو بقى الجانب الايجابي للقانون ما هو الجانب الايجابي ان احنا النية للمشرع ان هو يمنع يمنع يحد من الادمان يمنع ما قد يترتب على ادمان الموظف من مشكلات وكوارث وحضرتك ده ربطي مثال بالنسبة لي حوادث القطارات الاخيرة لان بعض الموظفين في اماكن حساسة جدا مرتبط اداءهم بارواح الناس ده كفيل بان الدولة لازم تفكر في حل والمشارع لازم تفكر في حل لحماية ارواح المواطن او حتى لحماية ممتلكاتهم او حتى لحماية الممتلكات العامة للدولة ده الطبيعي اشخاص اسوياء في حد ذاتها غاية في حد ذاتها هدف سامي نرجع الاشتراطات الحديثة للبناء ده مهم الموضوع شغل الرأي العام انا نفسي عايزة افهم هو يعني هو لا هو مش مش قانون وانما هو كتاب دوري من وزير التنمية المحلية بينظم اعمال بينظم اعمال البناء وبيحط لها اطر معين ولكن في الموضوع ده بالذات ولانه فعلا بالفعل الشغل الرأي العام في حاجة لازم كان لازم مراعطة وهو هو الاشتراطات دي حدد من الارتفاعات بمعنى اننا لو كان مسموح لاننا نعمل عشر تدوار بالوقت لا ممكن نعمل تلاتة او اربعة بحسب معربش عارض تمام ولكن كان ينبغي مراعاة وضع المحافظات التي يمنع فيها التوسع الافقي بمعنى المحافظات الزراعية مثلا احنا بنحافظ على الرقعة الزراعية في بعض المحافظات طبعتها زراعية فبالتالي انا مبنع يعني فيه منع للبنع على الارض الزراعية ولكن هل ده من معناه اننا لما تمنع التوسع الافقي والبنع على المحافظات الزراعية انك كمان تمنع التوسع الرأسي او ممكن تحدوا منه ادفعات الشهيقة لا افق القواعد المنظمة بالنسبة سواء رقاط مسلحة او الطيران المدني او او ولكن احنا لازم نتعامل مع الواقع بوضو مجتمعي احنا عندنا بالفعل فيه ناس كل اللي يملكوه في الدنيا مثلا تحويشة عمره بقطعة ارض لا تزيد عن 100 متر لو انا جيت قلت له بقى ابني ابني بقى على مثلا مساحة 70% من المساحة دي لازم يكون عرضك لا قل عن 8 متر ونص واذا تسيب طب هو لو 8 متر ونص لو كل عرض القطع عنده 8 متر 8 متر ونص 10 متر وانا هاخد منه المساحة دي ابنيها ازاي انا عملت مشكلة كبيرة جدا انا احضرت ممتلكات الناس دي انا قضيت على احلامه لا لازم يكون فيه نظرة لدول لازم يكون القانون القرار اللايحة الكتاب الده مرتبط بالواقع مش منفصل عنه لازم تراعي ده تراعي العصاب السلبية اولا تراعي البعض الاجتماعي هل ده يتناسب مع المواطن ولا لا ما هو الدرر اكبر بيبقى على الساكن ولا على مش فكرة ساكن ومالك ده احنا بنتكلم اصلا ان الارض ارض مش مبنى ساكن ده الكرامده ساكن لو انا باني وقل حقد بالنسبة للمجتمع يعني يكون عنده حتة ارض مش عارف يبنيها اوهو عايز يستفيد بيها احنا عايزين نحل الموضوع احنا عايزين نحل الموضوع نحل حلول وقعية الموضوع يتحل حلول وقعية وبعدين لو يتحضرتك بقى فيه ناس لم تلتزم بالقانون ولم تنتظر اصدار ترخيص ولم ولم وراح يتبنت بالمخالف وعملوا ابراغ هل من المتصور ان يكون وضع المخالف ده الذي لم يحترم القانون ولا النظم ولا القواعد ولا القوانين المنظمة داخل الدولة وضع افضل من واحد كان حريص ان هو يستفيد ترخيص انه يلتزم بالقواعد يلتزم بالقوانين حضرتك احنا كده بنعاقب الملتزم احنا بنبعت رسالة للمواطن ان المواطن الذي يلتزم بالقانون المواطن الذي يريد ان يسير وفقا للقواعي والقوانين المنظمة حاله اسوأ بكتير جدا من المواطن اللي راح خالف وبنى أبراج شهقة الأبراج اللي موجودة دي موجودة وأمر واقع يا فاند موجودة بالفعل تيجي بقى حضرك تقول لي أصل الطيران أصل قصة تانية حضرتك هتزيل لدول ولا حضرتك أنا هيبقى عندي جاري عنده عمارة عشرين دور وأنا مش عارف أبني غير ثلاث دوار أربعة دوار لمجرد أن أنا انتظرت والتزمت أن أنا أحصل على حقي بشكل قانوني ده أمور أثارت لغة داخل المجتمع للطباع العام إيه؟ لا الإنسان اللي بيحترم القانون وبيحترمه وبيحترمه ده حق ضايع ده مش عارف يوصل فاللغة اللي سايدة إيه؟ لا الكلام ده ما بينفعش اعمل الغلط زي الناس ما بتعمل لا هناك أبعاد اجتماعية خطيرة جدا وأثار سلبية خطيرة جدا ترتبت على الاشتراطات الحديثة للبناء وغيرها 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 الفكرة وأعتقد نظام وضوحها لتحضرتك النهاردة إن أنا لما أجي أقول إن أنا هعالج جزئها معينة بقانون معين هو الدواء هو العلاج وإيه السبب أصلا اللي يتعمل هذا القانون يعني إيه اللي خلاهم يتعمل القانون الجديد والله أنا مش مش مطالب ولا الدولة مطالبة إنها تقدم مبررات معينة ما فيه الشك إن إحنا بنشوف إن الدولة والحكومة والمسؤولين قائمين على مصلحة المجتمع وعلى مصلحة الدولة ككل مش مطالب إن أنا أقول إن أنا فيه مبررات كذا وكذا وكذا لا إصدار مثل هذا القانون بالتأكيد له أسبابه ده مش أنا مش بتكلم على اشتراتات البناء الحديثة بس أنا بتكلم على أي قاعدة قانونية أو منظمة أو لايحة أو إلى خيره تصدر مش بالضرورة إن أنا هو يفصح لي هو ليه عمل كذا ولكن من الضرورة ومن الحتم والوجوبي إنك تراعي البعد الاجتماعي وتتلافى الآثار السلبية لأي قانون أي لايحة أي كتاب دوري أي قرار يصدر لأن الهدف في النهاية هو تحقيق الصالح العام الصالح العام ده يجي منين؟ من مجتمع سوي من إنسان عنده قدرة إنه هو يشتغل وينتج وعنده ولاء للبلد ده مش هيحصل إلا لو كنت أنا حاسس عند الشعور إن أنا في إيد مشرع حريص على حمايتي حريص على راحتي يحقق السلام النفسي للمواطن إذا أردنا أن ننهض بهذه الأمة لازم نراعي الكلام ده لازم نراعي الكلام ده أنا شايف حضريكي عايزة تسألي عن حاجة تفضل يعني هو البناء المخالف هو السبب في القانون؟ ما في الشكل طبعا طبعا ما إحنا برضو تجاوزنا ما هو المواطن تجاوز لو له حق في النوايب نفق العرض الشرع خمس ست دوار بان عشر أو اتنواشر بس أنت ليه من البداية سبته؟ المسؤول بتاع الحي ليه سابه؟ المسؤول بتاع الوحدة المحلية اللي هو تابع ليه سابه؟ ليه سابه؟ ليه سابه؟ وليه سابه يخطئ؟ وأنا اللي حبيت ألتزب بالقانون أتحمل نتيجة خطأ غيري وبينما هو يستفيد يعني هو بنا بالمخالفة ويطلع له قانون التصالح واستفاد أنا ألتزمت وانتظرت حتى أحصل على ترخيص وأدرت خلال رهيب لم يتم مراعاته خلال رهيب أنا هنا حضرتك مش بتكلم حضرتك ولا قبلت أن أنا يشرفني طبعا أنا أكون ضيفة على حضرتك عشان أتكلم عن القانون القانون أي حد هيدخل على النت حتى ويفتح كتاب وهيشوفه ويشوفه نصوص ولكن أنا ألمس معاناة الناس داخل المجتمع في كل الطبقات والمستويات في كل الطبقات والمستويات وأنا أجزم وأخص موضوع اشتراطات البنة الحديثة أضع على أحلام كتير جدا من الأفراد والأسر المصرية غير خريطة حياتهم تماما أنا لو أنا ولي أمر أو عائل وشارع حتة أرض وعمل حساب أن أنا هابني فيها الإبن ده واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه تمام وعمل حساب أن كل واحد منه يبني شائته في مكانه قضي على أحلام دي تماما ولو كانت قطعة الأرضية أنا شاريها مثلا بـ 800 ألف بمليون جنيه بأكتر بأقل حاليا هي ما تسويش 10% من تمانها لأن اشتريتها بيه خفض سعرها تماما لأنها بالبساطة أصبحت غير صالحة للبنع عليه غير صالحة للاستخدام غير صالحة لأن أنا أستغلها من الأصل هو أقول لحضرتك هو راح يشتري أرض زراعية مش أرض زراعية فندي هو الموضوع مش قاصر على الأرض الزراعية يعني أكتريتهم واخدين أراضي الزراعية بيمنوا عليه لا 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 إحنا مش بنتكلم على الأراضي الزراعية ده إحنا بنتكلم بصي الأراضي الزراعية لها تشريع بيحميه الأراضي الزراعية محدش يقبل أن الرقع الزراعية تهدر أكثر مما أهدرت في خلال سنوات الثورة كفاية كده جدا كفاية خالص آه بالزبط نفس المنطلق بقى اللي حضرك بتتكلمي منه أنا مش عايز أهدر مساحات أرض زراعية جديدة يبقى أنا المساحات المتوفرة اللي هي بالفعل مساحات تصلح للبناء عليها ما تحدهليش بقى خالص من ناحية التوسع الرأسي يعني حضرك بتقول لي ما تبنيش هنا أكتر من دورين ثلاث ما تبنيش أكتر من مثلا على مساحة 70% من الأرض اللي عندك طب أنا هروح فين يعني أنا لأنا عارف أبني هنا واستغلي كامل المساحة ولأنا عارف أتوسع رأسي وأبني ارتفاعات وفي الوقت نفسه حضرك أنت منعني من الأصل دموجة بالقانون من أن أنا توسع وأبني على الرقع الزراعية وده صح جدا الأمن الغذاء المصري هو أمن قوي ما فيش فيه خلاف ولا فصال لازم نفكر بشكل أفضل وبعدين في حاجة احنا مش لازم نحمل كل حاجة لرئيس الجمهورية حرام يعني كده حرام الناس كلها كل واحد يشوف شغله وكل واحد ينق الرؤيته صح وكل واحد يكون حريص على أن هو تصرفاته تمص الواقع ترتبط بالواقع ما نصدرش كل المشاكل بتاعتنا الخاصة داخل الدولة بالقيادة السياسية لأن ده أمر احنا في دولة مؤسسات والسيد الرئيس حريص جدا على أن احنا نكون دولة مؤسسات وما نفوتش فرصة ولا مناسبة لأنه نوضح للناس أننا في دولة مؤسسات وليطلع كل مننا بدوره يؤدي كل مننا دوره على الوجه الأكبر زي هو الراجل ما شاء الله بشغال شغال شغال ياريت نحن نشتغل أتمنى أتمنى كل مسؤول احنا نبص بس كده أن هو الراجل شغال احنا كمان نشتغل لا بص حضرك لا نفاق لا نفاق ولا رياء له بالزبط ولكن حاجة لا ينكرها إلا جاعة أن الراجل شغال للنهار حضرتك بقى كمسؤول فين دورك قبل ما تختلق مشكلة وتسبف مشكلة دون دراسة أو دون دراية وبعدين تقول له حل يا ريس يعني لا الأمور تحتاج إلى تريس تحتاج إلى نظرة هادئة ساقبة رؤية واضحة صاحب القرار لابد أن يكون لديه رؤية لكن احنا عندنا مشكلة لازم نعترف بها أن الكثيرين من أصحاب القرار في مصر ليست لديهم رؤية ده واقع مع الأسف المسؤول اللي هو مش مدرك غير في حدود النص الجامد للليحة والقانون مش عايز يخرج نطاق ما بيفكرش خارج الصندوق ما بيفتكرش ما بيحاولش يحل إيه مرتعش دي مشكلة لازم نواجهها ما بيشوفش كل الجوانب لأ إطلاقا زي الموظف إطلاقا آه الزبط حضرتك عايز تقول إيه في آخر الحلقة قدامك وقت دقيقتين دقيقتين آه عايز أقول إن إحنا أنا كان نفس الحلقة تبقى أطول بجد والله كنا نتمنى ولكن ما فيش مشكلة عايز أقول إن إحنا يعني أرجو إن تكون فكرة الحلقة أنا كنت قادر على إن أنا أوصلها للمشاهد ومتشاكرة جدا لحظة لا يا فندم وربنا يخليك يا رب وإحنا أتمنى إن إحنا نكون نقلنا رؤية الناس ووجهة نظرهم وسعيد طبعا بوجوده مع حضرتك ومتشاكرة جدا لحظرتك ومتشاكرة جدا لحظرتك ومتشاكرة جدا لحظرتك ومتشاكرة قوي والسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة